الحقيقة ايضا هناك يعني تم في خلال هذا الاسبوع ايضا منتدى للاستثمار ما بين مصر والمملكة المتحدة ويمكن معالي وزير الاستثمار ومعالي وزير المالية والرئيس الهائلة الاقتصادية موجودين بالفعل وبيروجوا لعدد كبير من المشروعات اللي هتبقى في مصر ان شاء الله في خلال الفترة القادمة على سياق نفس الموضوع الاستثمار اثير موضوع راس بناس وتقال هو مصر صحيح بتطرح منطقة راس بناس للاستثمار وحيبقى فيه توجه واللي عايز اقوله لحضراتكم مش راس بناس بس احنا محددين من اربع الى خمس مناطق كبيرة على ساحل البحر الاحمر ودول ان شاء الله يعني بنستهدف ان يكون عندنا تنمية في هذه المناطق على غرار اللي اتعمل كمراكز كبيرة جدا تنموية زي الصفقة اللي اتعملت في راس الحكمة او ان احنا كان رؤيتنا ان يحصل فيهم تنمية متكاملة وكل واحدة من الخمس مناطق دول هيبقى في قوام مدينة فبالتالي احنا الحاجات دي كلها ان شاء الله هتطرح لان الهدف كله ان الدولة المصرية تدخل في شراكات كبيرة وتكتزب استثمارات اجنبية مباشرة لتنمية هذه المناطق الوعدة جدا من ناحية السياحية والتنموية وتبقى كل دي فرصة لجذب استثمارات وجذب فرص عمل وتخلق حراك كبير جدا في الاقتصاد المصري في خلال الفترة الجاية منهم بالتأكيد راس بناس دي واحدة من هذه المناطق فانا عايز بس اكد ان هي مش راس بناس بحدها ولكن هناك العديد من المناطق الاخرى اللي رؤية تنموية ان في كل منطقة من دول يبقى تنمية عمرانية متكملة فيها كل الانشطة يبقى في مطار يبقى في ميناء يبقى في مراين للسياحة الدولية فهي تنمية متكملة ان شاء الله بتحصل في هذه المناطق وبرضو كل ده في اطار زي ما بقول حضراتكم استهدافنا لجذب استثمار اجنبي مباشر في خلال الفترة القادمة شكرا